بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقف بنا الكلام في الحلقة السابقة عند قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ذكروا الله عز وجل عندما تقع منهم المخالفة والمعصية فإنهم يذكرون ربهم ويستحضرون عظمته ويستحضرون أنه نهاهم عن هذه المخالفة وأنه يعاقبهم عليها فإذا ذكروا هذا ذكروا عظمة الله وذكروا محارم الله وذكروا ما عده الله من العقوبات للمذنبين فإنهم حينئذ يتوبون إلى الله ويستغفرون ذكروا الله فاستغفروا فاستغفروا لذنوبه ولا يتمادون في المعاصي ويغفلون عن الله جل وعلا وينسون ربهم قال تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون فالمسلم دائما يذكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه وبأفعاله دائما يكون على ذكر لله لا يغفل عن الله عز وجل بخلاف المنافق فإن المنافقين قال الله جل وعلا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وقال نَسُوا اللَّهَ فَنَسْيَهُمْ تسألوا الله العافية ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم استغفروا طلبوا المغفرة والمغفرة في الأصل هي الستر والغفر هو الستر فإن الله جل وعلا هو الذي يستر هذه الذنوب بعفوه وكرمه وإحسانه فتكون كأن لم تكن ولم توجد ومن تاب تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ثم قال جل وعلا وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبُ؟ أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى فالواجب أن نستغفر الله من كل ما يصدر منا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنحن أولى بأن نكثر من الاستغفار ونحن كثير الخطأ والزلات والمخالفات فنحن أحق وأولى بالتوبة والاستغفار ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا أحد يغفرها فإذا أذنبت ذنبا أو عصيت معصية فلا أحد يملك أن يسامحك عن هذا الذنب أو عن هذه الزلة أو الخطيئة لا أحد يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى فعلق قلبك بالله وتوب إليه واستحيي منه وراقبه سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا لم يستمروا على فعل المعاصي بل يبادرون بالتوبة هذه صفة المتقين أما الذين يصرون على ما فعلوا ولا يتوبون هذه صفة المنافقين وصفة الهالكين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعلمون عواقب ذلك الوخيمة ويعلمون أن الله مطلع عليهم ويعلمون حقائق أنفسهم وجرائم أفعالهم لم يأتوا هذه الأمور عن جهالة وعدم إدراك بل إنهم أتوها وهم يعلمون أنها معاصي وأنها ذنوب وأنها مخالفات ولكن الشيطان زينها لهم ثم بيّن سبحانه وتعالى جزاءهم هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم إذا استغفروا وتابوا فإن الله يغفر لهم ويقبلوا توبتهم فضلا منه وإحسانا وهذه ثمرة التوبة والاستغفار أن الله يغفر ويتوب على من استغفره وتاب إليه ويمحو زلاته وخطاياه ويكفر عنه السيئات كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون جزاؤهم مغفرة من ربهم هذا مقصد عظيم أن الله يغفر لهم وأعظم من ذلك أن الله يجزيهم بالجنة وجنات جنات وليست جنة واحدة لأن الجنة واسعة كما قال عرضها السماوات والأرض وهي جنان كثيرة جنة عدن وجنة الخلد وجنة الفردوس وهي جنان كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والناس يتفاوتون أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم في الجنة بحسب أعمالهم التي قدموها في الدنيا فمنهم من يرى منزلته في الجنة في أعلى عليين كما يرى الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب فهم يتفاوتون والجنة درجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وجنات تجري من تحتها أي من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار الأنهار الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر لذة للشاربين أنهار عظيمة تجري دائما وأبدا ولا تنقطع ولا تنضب وذلك ليتم السرور والفرح أن يجتمع جنة وظلال وأنهار تجري وقصور ومنازل عظيمة وفواكه وأشربة حظيمة لا يعلم ما في الجنة إلا الله سبحانه وتعالى وهي فضل من الله جل وعلا وسببها سبب دخولها هو الأعمال الصالحة وأما دخول حقيقة الدخول فهي بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وهذه ميزة عظيمة وهي الخلوط لأن الإنسان حتى وإن تنعم في هذه الدنيا ونال من الشهوات ومن المشتهيات ومن كل ما يريد وصحى جسمه فإن هذا لا يدوم فهو عرضة للزوال عما قريب وعرضة للأمراض وعرضة للمنغصات والمكدرات أما الجنة فإنها دائمة لا يخافون من انقطاعها ولا من زوالها ولا يخافون من المرض ولا يخافون من الموت ولا يخافون من الهرم ولا يخافون من العدو كما كانوا في الدنيا خالدين فيها ثم قال ونعم أجر العاملين أثنى الله على الجنة وقال نعم أجر العاملين هذه الجنة هي نعم الجنان ونعم المنازل والله جل وعلا إذا عظم شيئا أو أثنى على شيء فإن هذا يدل على عظمة هذا الشيء وأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وفي قوله ونعم أجر العاملين ما ينبه إلى أن هذه الجنة الجنان أو الجنات لا تدرك بالتمني ولا بالكسل والخمول وإنما تدرك برحمة الله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لدخول هذه الجنات وأن ينقذنا من النار بمنه وكرمه ورحمته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين